لا يستطيع الواطن اليمني تحمل التكلفة أو الارتفاع في أسعار السلع حيث أن أسعار السلع هي في الأساس مرتفعة وكما أن السلع المستوردة عبر البحار بشكل عام إلى اليمن ارتفعت تكلفة النقل مثلا للحاوية من 3 ألف دولار إلى 12 ألف دولار وبالتالي ارتفع الرسوم النقل سوف ينعكس على السلع حيث أن السلعة تحمل القيمة الأساسية للسلعة بالإضافة إلى تكاليف الشحن تكاليف النقل تكاليف التخزين تكاليف التوزيع إلى آخره ثم تحسب كم كلفة السلحة ويتهم إضافة نسبة محددة للربح وبما أن التأمين البحري مختلف أشكال ارتفع للسفن التجارية بشكل عام في البحر الأحمر وفي العالم بشكل عام وسيكون التأثير عالمي وليس على مستوى اليمن ككل سوف ترتفع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع كلفة التأمين البحري وارتفاع كلفة التأمين المخاطر الجيوسياسية كيف يعني الآن كيف سوف يوجب هذا المواطن اليمني هذه التبعات مع تدهور الاقتصاد بشكل عام والظروف المعيشية صعبة انقطاع رواتب هو رمضان على الأب المواطن لا يستطيع أن يعمل شيء مغلوبا على أمره وبالتالي سوف يتحمل ارتفاع الأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% حيث من المتعارف على أن رسوم النقل والتخزين سواء كانت بحري أو بري تتراوح من قيمة السلع من 2 إلى 3% وبسبب الأحداث ارتفعت النسبة هذا من 2 إلى 3 إلى 8% وهذا سوف ينعكس على ارتفاع الأسعار السلع الأساسية وجميع السلع بشكل عام وكما أن التجار سوف يعملون احتساب مخاطر أخرى مثلا بعد أن توصل البضائع إلى الموانئ تكلفة النقل البري بسبب ارتفاع أسعار المشتكات النطيس وهكذا هي عبارة عن خليد من التكاليف التي تؤثر على السلعة والسلعة التي توصل إلى المشتري النهاي وهو المواطن وبالتالي هناك موقع التضخم أو ارتفاع في الأسعار السلع في اليمن بشكل عام وفي المنطق أول عالم طيب إلى متى سيستمر هذا الوقت؟ هذا الوقت سوف يستمر يعني إلى انتهاء ما يحصل في البحر العمر أولا ثانيا إلى إيجاد حل سياسي واتخاذ المعالجات الاقتصادية ما هي هذه المعالجات؟ ما هي الحلول الآن في ظل الأوضاع الراهنة؟ بعيدا عن أي حلول سياسية؟ أولا تقوم الحكومة الشرعية بواجبات التدستورية والقانونية فيما يقص المالية العامة للدولة واستعادة مواردها النقدية ومبيعات النفط والإرادات الجمهورية والضريبية وإلى آخره إعادة تفعيل دور القطاع الخاص في مناطق الشرعية نقل جميع مراكز البنوك والشركات والمشارفة إلى مناطق الشرعية وعمل مؤتمرات للمانحين فيما يخص معالجة مشاكل المالية العامة ومعالجة مشاكل السياسة النقدية في اليمن وكذا وضع الكثير من المعالجات لكن المهم أن توجد الإرادة والرغبة لدى الشرعية بالقياب واجباتها